بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف السادس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتثات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس الأعداد من 41 إلى العدد 50 دعونا نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا نميز شكل الأعداد من 41 إلى العدد 50 كتابة الأعداد من 41 إلى العدد 50 تمثيل الأعداد من 41 إلى العدد 50 كتابة الأعداد من 41 إلى العدد 50 أحبايا الطلاب والطالبات صل الأعداد بما يناسبها في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني إذن صل الأعداد في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني إذن أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا في العمود الأول مجموعة من الأعداد ولدينا أيضا في العمود الثاني مجموعة من الأعداد هيا نصل الأعداد المتطابقة 45 أين هو العدد 45؟ أحسنتم ها هو العدد 45 إذن ها هو العدد 45 وهنا لدينا العدد 44 أين هو العدد 44؟ إذن ها هو العدد 44 وها هو العدد 46؟ إذن أين هو العدد المطابق للعدد 46؟ أحسنتم ها هو العدد 46؟ وهنا العدد 43؟ إذن ها هو العدد 43؟ أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا الأعداد من 41 إلى العدد 50؟ إذن أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بترديد هذه الأعداد رددوا معي هذه الأعداد إذن 41 41 42 43 43 40 4 40 5 40 6 40 7 40 8 9 9 40 وهنا العدد 50 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات سوف نقوم بكتابة هذه الأعداد إذن سوف نقوم بكتابة الأعداد من العدد 41 إلى العدد 50 بشكل متسلسل هيا نقوم بكتابة هذه الأعداد لدينا هنا العدد 41 42 42 43 44 45 45 46 47 47 48 49 49 49 50 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات ساعد ياسر باستخراج العدد 45 إذن هنا سوف نقوم بمساعدة ياسر باستخراج العدد 45 50 أين هو العدد 45 أحسنتم ها هو العدد 45 وهنا أيضاً العدد 45 وهنا أيضاً العدد 45 50 50 50 50 50 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن هنا يا أحبائي الطلاب والطالبات ها هو العدد 45 50 إذن أحبائي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هذه الأشكال إذن لدينا هذه الأشكال سوف نقوم بتمثيل العدد بالأشكال إذن ما مجموع هذه الأشكال إذن لدينا هنا في العمود الأخضر هذا العمود الأخضر يمثل العدد 10 20 30 40 إذن مجموع هذه الأعمدة تمثل العدد 40 41 42 42 40 44 45 40 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن مجموع هذه الأشكال تمثل العدد 45 إذن مجموع هذه الأشكال تمثل العدد 45 40 إذن لدينا هنا هذا العدد 45 هذا العدد 45 يتكون من خانتين خانة أحد وخانة العشرات أحسنتم أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات سوف نقوم بكتابة العدد 45 بتتبع النقاط التالية وسوف نمسك القلم المسكة المناسبة إذن هيا نقوم بكتابة العدد 45 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا سوف نقوم بتلوين العدد 45 هيا نقوم بتلوين العدد 45 هيا نلون العدد 45 هيا نقوم بتلوين العدد 45 هيا نقوم بتلوين العدد 45 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بحل هذا النشاط الموجود في الكتاب صفحة 113 إذن في النشاط الثامن أكتب الأعداد من 41 إلى العدد 50 بطريقة متسلسلة هيا نقوم بكتابة هذه العدد واحد وأربعون اثنان وأربعون ثلاثة وأربعون أربعة وأربعون خمسة وأربعون ستة وأربعون سبعة وأربعون ثمانية وأربعون تسعة وأربعون وهنا العدد خمسون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات سوف نقوم بتمثيل العدد بالأشكال شاهدوا معي يا أحبائي الطلاب والطالبات هنا هذه الأشكال إذن شاهدوا معي هذه الأشكال إذن لدينا هنا في العمود الأخضر يمثل العدد 10 عشرة وهنا العمود الأحمر يمثل العدد عشرون إذن عشرة عشرون ثلاثون أربعون إذن العدد إذن هنا لدينا أربعون وهنا لدينا واحد وأربعون اثنان وأربعون ثلاثة وأربعون أربعة وأربعون خمسة وأربعون إذن مجموعة هذه الأشكال خمسة وأربعون شكلا إذن هنا خمسة وأربعون شكلا أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر